على مدى يومين عرض في مسرح سعد الله والنوس في المعهد العالي للفنون المسرحية عرض راقص بعنوان خطوط هذا العرض قام بالأداء في شيرين الشوفي من طلاب السنة الرابعة وصالح جودية من طلاب السنة الثالثة تحت إشراف الأستاذ نورس عثمان نحكي عن عرض خطوط نحكي عن قسم الرقص عموما في المعهد العالي وعن النشاطات القادمة أهلا وسهلا فيكم ضيوفنا الكرام شرفتوني أهلا وسهلا نبدأ من عندك نورس لو سمحت بما أنك المشرف على الحفل وعلى العرض تحكينا عن خطوط خطوط هو يعني نحنا بكل سنة بنعمل احتفالية من الرأس العالمي بـ 29 أربعة بسبب كوفيد-19 فهي السنة ما قدرنا نعمل شيء ولا السنة الماضية فنحنا أصرين أنه نعمل شيء هاي السنة فبس أجلناها شوي فسميناها الحفل السنوي نحنا حاولنا نقدم في القسم الرأس هو شو بيتعلم بقلبه إن كان فنون شعبية بالسنة الأولى ولأن كان صارونات تانية تالتة ولأن كان جاز ولأن كان معاصر ولأن كان نارودني هذه الرأسات فاشتغلت على طريقة بهذا العرض إنه هو يكون مربوط برغم التنوع الكبير اللي فيه فهو كان رابط بصري والسينوغرافيا والشيء بصري يعني خليني أقول حاولتوا تقدموا فكرة عن يلي بيطلع الرأس متعلموا بعد هاي السنوات الدراسية في قسم الرأس تماما يعني بعد يعني هاي الخبرة بتعطيك ياها كأكاديمية هي بتعلمك الرأس بس كمان انت بحاجة خبرة للوقوف على المسرح فهو هاي العروض هي مهمة لا تقدم للراقص كان كان طالب رابعة ولا أولى ولا تالتة ولا تاني إنه شو هو بس فوت على المسرح كيف تعطيه مع المطلقي مع الجمهور فهي لازم يتعلمها فكان هدفي الأساس إنه يتعلم هادا الشيء رح نحكي بكذا سؤال بس رح روح لعندك شيرين قبل ما أسأل صالح شيرين أنت سنة رابعة يعني تخرج قسم الرقص في المعهد العالي حكينا عنه أكتر كطالبة هلق بصراحة أنا كنت أدرس عمارة هندست عمارة ما كنت بعرف بوجود هيك قسم كوني كنت من سكان السويدة فبس انتقلت بحكم الجامع عرفت بوجود هذا الشيء وأنا كتير بحب الرقص من الأساس يعني وهو كتير شيء حلو وكتير قليل مجتمعنا يعني ما في معلومات عن هيك شيء فقدمت عقسم الرقص وكان الأستاذ نوراس هوي بدورة التأهيل يعني ففتت واكتشفت أنه نحنا عنا كل أنواع الرقص الأكاديمي والغير أكاديمي وعن جد هذا المكان كتير بيقدم وفيه كل شيء موجود بره فعليا عم نقدر نتعلمه وعم يوصلنا لشيء وعم نقدر نوصل للجمهور شيء عن طريقه بغض النظر عن يعني تقنيا قدي هذا المكان مجهز بس من ناحية قدي فيه أساذة عم تعطي وقدي فيه عن جد عالم عم تفوت وجهزة تعطي كل شيء وعم تتعلم وعم توصل لمستوى بظاهر عالمية فهذا شيء كتير مبتخر فيه سالح حكيت شيرين بطريقة هيكي وردية أنا بدي أسألك كم مرة سؤلت شو عم تدروس فلما قلت لهم رأس قالوا لك شو بدك تطلع هلأ قول شو بدك تطلع وين هاد المكان اللي فيه رقص هون يعني كل العالم بس تسألهم بيجي بيقول لك انه وين قسم الرقص وين قسم الرقص الاغلب هون انه بس تقوله معهد عالم مسرحية بيقول لك انا يعني بتمثل انت وين وين بتشتغل يعني وين راح تطلع مع مين لا موعة التلفزيون فيه قسم رقص يا جماعة يعني الانسان اللي بيرقص فيه يكون اكاديمي مو بالضرورة يكون هو بس شخص بهاوي اي بس اه فكرة ان تدرس الرقص يعني قديش بيشوفوه الناس لسه مستهجر لك شو عم تدرس سرقص يعني تماما بس تقوله انا بدرس رقص بيقول لك ايه شو بتدرس تقوله انا بدرس رقص يعني شو بتشتغل يعني برقص ايه هو الفكرة كتير غريبة خاصة كشب يعني احنا كشب شوي كمان ابعد من لسه كبنت انو بنت بترقص بتحسها شوي طبيعي اما شاب فهو غريب انت عن جد عب تتعلم رقص عب تدرس تارك كل شيء وكيف بتكون ايجابتك على اصلا كيف هاي الاجابات انت كي بتجاوب عليها بينك وبين نفسك اهلا بيني وبين نفسي انا هذا يعني الرقص هو صح هو اشي فن وممتع ممكن ناس تحضروا في ناس بتفهم هذا الشي في ناس ما بتفهم شو عب تشوف بس بتشوف في جوال قدامه اما هذا الشي هو يعني يستحق انه هو يكون شي بيندرس شي بيتعلم بده استاذ خصوصي بده مكان خصوصي بده جو خصوصي والانسان نفسه اللي بدير قص مو اي حدا بيقدر يوصل لهذا المكان يعني هذا المكان هو انتبطلتها وصرت مكان احترافي لازم تتعلم هذا الشيء ان كان نظري وان كان عملي طيب كله كله جميل يعني وقالت شنين انه المعهد يقدم يعني الامور كله اللي بحاجة الطالب يدرسها رغم بعض الامور اللي علاقة بالتجهيزات بس ماذا بعد يعني احنا ما عنا سوء للرقص وللفرق ولانواع الرقص يعني تجاربنا هاي كله ياتا محدودة وهي عبارة عن نشاطات محددة وفرق محددة شو اللي بيخلي شاب ياخد هذا الطريق رغم معرفته المسبقة بانه ما في فرص كتير ايه تماما هلاق هون نوعا ما هون بالمكان بالبلد نحنا محصولين ضمن نطاق محدد فينا نشتغل ضمنه براته شوي صعب بس اما الاغلب عبصارع بيشتغل بره يعني حتى نحنا بيجينا في منح في اشياء نحنا نقدر نقدم فيها على النت بنقدر نقدر فيها حتى باماكن قريبة بولدان قريبة نحنا فينا نقدم المستوى اللي عم نطلع فيه من المعهد كتير يعني بأهلنا نحنا نفوت على اي مكان موجود يعني بفهم من كلامك انه اليوم انتو عم تتعلموا رأس لحتى تشتغلوا ولكن في الخارج او كل شخص هلاك انت كمان فيك بعد ما تبني حالك تعمل شي بيخصك انت يعني هون صفيت انت هويتك انت فيك تتعلم بالمكان انت بالمعهد بتتعلم كل شي تقنية كل شي بدك يا بيعطي كل الادوات اللي بدك يا انت عاد كيف تستخدمها فيك تستخدمها بره بشي موجود بره وفيك تعمل شي خاص فيك هون عاد كل حدا شو بيحب يعمل برجع لعندك نورس لو سمحت سؤال لسا نعم فوت هيك عموميات قديش ساهمت بعض مدارس الرقص المعاصر يلي صارت موجودة بالفترات الماضية وصار الشباب يلجأوا لي يدرسوا فيها اوقات من باب التسلي او الهواي يعني ياخدوا كورسات بالرقص انواع معينة قديش ساهمت بي نوع من قبول الفكرة العامة التي تخص الرقص هلأ هي ساهمت بالرأي العام نوعا ما ساهمت بس للاسف نحن المدارس يعني دي احكي هلأ وجعي مدارس الرقص المعاصر ما في حدا مختص هو عبيعطي حين العالم عبيشوفه فيديوهات يوتيوب عبتعطي اه ما في اي مدرسة رقص معاصر هيلي موجودة بالبلد هتسمي حالة رقص معاصر هي ما في منهج ما بتعرف منهج يعني انه لازم نحطهن على المحاك نحنا بنقول لهم واحد ولا اثنين شو هادو شو الفرق بين الجاجا ستايل وبين الفلو وبين الوحايد نهرين وبين سيد عربي شرقاوي وما بيعرف هادون الاشياء ولا هادون الاسماء ولا هي المدارس اللي عبتنشغل بره باوروبا هلا نحنا اللي فادنا يعني دائما بتدايق على الطلاب موجودين بالمعهد انه نحنا خبرة درسونا نحنا الحقنا خبرة يابانيين اه فرنسيين اميركان اه هولنديين المان كلنا هادون درسونا فنحنا طلقتنا منن اه شي الاكاديمي الحقيقي هلا بس بالمقابل هاي العالمة بتفتح تقلك رأس معاصر رأس معاصر رأس معاصر هي ساهمت لتقبل فكرة فكرة الرأس المعاصر عند المجتمع يعني انت لما تيجي تحضر عرب فيفورمانس فتيجي انت عب تحضر فانت عب تشوف شغلي ما فهمانا متعودة العالم كانت على طبعا احترامي لكل الفرق فرقة انانا هي فرقة جدا مهمة بس كانت بلد متعودة تشوف هي زي اضواء قصة تاريخية وحركة ما لا اي معنى هلا هون نحنا عم ندرس معنى الحركة كحركة بحد ذاتها يعني انا ليش عبتحرك هيك ليش ما بتحرك هيك فهو يعني ساهمت لتقبل العالم لها فكرة الرأس برجال عندك شيرين شيرين تحدثتي عن الشي اللي سعيدة انو عم تاخديه من المعهد شو الشي اللي بتتمني يكون موجود كطالبة يعني انت اختبرتي السنوات انت الان في السنة الرابعة شو اللي بنقصول مع هاد قسم الرقص شو ابرز معاناته من وين بدي بلش بصراحة عنا معانات من كل النواحي تقنيا اول شي متل ما حكى الاستاذ نورس وتفضل انو هاد الفن مو معروف فهو مو مطلوب نوعا ما نحنا كفرص عمل ما عنا فرص عمل فنحنا دائما بنحتاج ندرس فرع تاني يعني انا عم بحكيك خريجة هندسة انو انا مستحيل اعتمد على الرقص كمصدر دخل بالمعهد بحد ذاته اثناء دراستي يعني ما في قاعات تكفي نحنا اربع دفعات وعددنا قليل بالنسبة لباقي الاقسام بس نحنا ما عنا قاعات تكفي نتدرب فيها احيانا نحنا مننطر برا لانو ما في مكان نتدرب فيه تدفئة عنا اصابات بسبب انو ما في تدفئة ما في مخصصات تدفئة خاصة بهذا المكان وهو ما فينا نتعامل معه مثل اي جامعة او مثل اي مكان للتعليم العالي لانو فيه متطلبات يعني فيه راقص عام يحمي فيه تياب تمرين فيه متطلبات تحتاج شي تاني تقنيا تدفئة تجهيزات كله هاد الشي مو موجود وما عم يتأمن وحتى يعني احنا عم نحاول رغم كل هاد الشي بس انو كتير مثل ما بتعرف يعني كتير عم يكون صعب وضع المواصلات ووضع الكل شي كتير صعب هاي الفترة فعم نجي عالمعهد ورغم كل هاد الشي عم نحاول بس تقنيا ما في اي شي يعني اجهزة اضاءة بالمعهد ما في تكفي عمل عرضين بنفس الوقت كتير من ناحية التجهيزات مظلوم هذا المكان قديش بتشوف انو هادا الكلام لانو حربوا لهو لانو قسم الرقص ما كتير بنال نصيبهم الاهتمام صالح الاقلاق اكيد هو في في نوع من الظلم لقسم الرقص عنا حتى يعني حتى من الجهات يعني القائمة على هذا المكان انو هو بيشوف نتيجة الباقي الاقسام اكثر من نتائج مثلا قسمنا نحنا خاصة انو نحنا مثلا ما ميطلع على منصة مثلا تلفزيون نقول التمثيل مثلا بيطلع التلفزيون بيحضر مليون مشاهد فالجهة المسؤولة على المعهد بتشوف هذا الشي بس ما بتشوفنا فبنفس الوقت نحن لم تجي تقول له انا رقص بدي تدفي انا بدي ارضية مناسبة لارقص علي يعني مثلا نحنا اغلب شغلنا احتكاكنا مع الارض بشكل كتير كبير احتكاكنا مع عدوات معينة خاصة بالرقص حسرا ما بيمشي الحال انت تجيب لي مثلا ارضية انت بتتمرن عليها مثلا سلي تجيب ليها ارقص عليها ما بيمشي الحال يعني هذا الشي بده كثير اشياء تخصوصية بالرقص فنحنا كثير فيه في ضل امتجاه هذا الشي وعدم معرفة يعني احيانا بيجينا الدعم انو انت ي اخد هاي ارضية بس مثلا اللي جاي يركبه ما بيعرف ما بيعرف شو عبي يعمل فبتشي بعض يومين احنا بتبطل ارضية بيمشي حالا للرقص عارفت كيف فهذا الشي كتير بده وتخصص نوع من التخصص كيف تواصلكم انتو كطلاب مع العمادة وكيف علاقة تكون عموما مع الكادر هلق نوعا ما في يعني يعني بيتفاوت الوضع في ناس بتكون كتير قريبة من الطلاب مثلا اسازي بتكون كتير مثل استاذ نورس كتير قريب لنا كتير موجود معنا في ناس بتحسها شوي رايحة باتجاه اداري اكتر ان انو خلص انت ماني موجود معك بدك شي اداري تعال عندي بدك شي كزا لا اروح لعند حدا تاني فانو يعني بتفاوت الوضع ما في حدا نورس مستقبل الراقص بعد التخرج عموما من خلال احتكاكك مع الطلاب بهاي السنوات شو اللي بيرسمو لحالهم وقت بيكونوا عم يدرسوا كيف بيكونوا شايفين نقطة البداية بعد التخرج شو بتكون هلأ انا انا اسف على هذا الحكي بس المستقبل جدا ضئيل هون يعني هي ما اعتمد على رؤوس صارت هي رؤوس الفرق او العالم اللي عب تشتغل بالاحرى بهالبلد بمجال الرؤوس هي ما اعتمد مستقبل ان عادون اشخاص هي اي توجه هابيروح كيف عبيشتغل شو عبيسوي شو عبيعمل يعني دائما بيطالبوني انو اعمل فرقة فانو بقل له ما رح اعمل فرقة وما قادر اعمل لكم عيشتكم فمعيشته للراقص هي حتى نحنا محاربين بحس بشكل مقصود او غير مقصود من كل الجهات لانو بيطالب منه مسلا كل اسبوع عشر تيام نعمل عرض في المتيريا لتبعيتنا ونحنا وجسد جسد تبعنا عكس الموسيقي مسلا الموسيقيين هو قادر كل اسبوع يعمل حفلة فالراقص هو بده كل ثلاثة شهور ليقدر يعمل عرض يعني احنا تجهيزنا للعرض هو مختلف تماما فهي هل رح ارجع لك ليش انو مستقبل شوي ضئيل فهي المنظومة اللي هي ماشي فيها دائما بتتطالب من العالم انو انو انت كل عشر تيام كل اسبوعين تعمل عرض كل عشر تيام كل اسبوعين انو نعمل عرض احنا مش قادرين نعمل كل اسبوعين عرض يعني تصميم بالدوقت تدريب بالدوقت توحيد الحركات بالدوقت وهذا انت عبتعامل مع جسد ما بتعامل مع شغلة خارجية عبتعامل مع مشاعر عبتعامل مع شي فيزيائي فعشان هيك يعني دائما بتيجوا بقولوا انو الرأس مقصرين نحن دائما عم ناخد عتاب من العالم انو قسم الرأس هو مقصر اللي قدمنا اشياء ان كان خريجين ولا ان كان طلاب يعني هنن صحيح هنن استعطن طلاب بس هنن فاتين بالحياة العملية اوريدي لان هن راقصين الوحيدين محترفين موجودين بالبلد هنن طلاب المعروف طب الفرق اللي بتقدم اليوم الرقص كفرق المنتسبين لالا او الراقصين فيها هنن دارسين للرقص ام هي فرق بتختار بناء على ليونة معينة وبتدرب الشخص خلال وجوده هلا في فرق هي فرق تاريخها قديم وكذا بتدرب في منهم بيكون معن تم حدا اكاديمي يعني بيكون من طلاب اكاديميين بس بنرجع يعني احتفالياتهم الرأس الشي اللي بخص هذا الصايد اكتر هو المعهد اللي بيقدمه دائما يعني ما في مو فرق اي يعني انا هدف سؤالي اشوف القسم الاكبر من الرقصين اللي عم تخرجوا من المعهد عم يروحوا ينضموا لفرق موجودة بطبيعة الحال ام عم يعملوا تجارب خاصة فييون اما عم بيسافروا شو عم بيصير اهنان عبي حاولوا يعملوا تجارب بس النسبة الاكبر هي عبتسافر النسبة الاكبر اكبر اكبر شي عبتسافر يعني انا داما بنسأل السؤال انه چishnaك عبتعمل هون فأنه عم بحاول أعمل فهي النسبة الأكبر هي بتتوجه يعني السفر هو بصير طالب سنة ثالثة وهو عم بيشوف ما بده يا سعفر شو الفرص يعني افترضنا السفر غير مطروح ما هي فرصه في الداخل الفرص انه هو يعمل بحث خاص فيه ويعمل صايد ويشق طريقة لحاله يعني يعني دين حط بالحجر هي الفرصة شيرين انتو بترقصي لأنه عندك هدف انك تكوني محترفة وتنتسبي لفرقة او تقدمي عروض ام لأنه انت بتحبي هلق بصراحة لا انا بحب الرقص وانا فتو عن رغبة تماما مية بالمية مثل ما حكيت لك ما فتو كمهنة لا طلع مصاري انما فتو لأنه هو شي كتير بحبه وكتير قادر اعبر عن افكار براسي عن طريقه قادر اعبر عن مشاعري قادر افرغ لأنه هو مجال عن جد بمسد داخل تبع الانسان وتبع الفنان فعكس باقي المجالات انتو اصلا بدراستكن بتتعلموا بس الاشياء الفيزيولوجية واللي ايضا في بل منها الشيء له علاقة بالشق الداخلي طبعا فيه بناء داخلي بشكل كبير وحتى بالعرض اللي قدمناه خطوط يعني كان فيه كتير شغل على الموضوع شو عم نوصل فكرة مثلا بهاي اللوحة هاي اللوحة شو فكرتها هاي شو فرضيتها هون شو بدي المتلقي يحس شو الفكرة اللي بدي تصل له فانت يعني جد فيك تمس مجتمع كامل صالح قديش بتشوف الجمهور اللو دور بمعنى نحنا جمهور بيحب يحضر رأس ام نحنا الرقص لا يتجاوز عمنا افتتاحية تحفل معين يعني لمدة دقيقتين ثلاثة هلق حاليا بهاي الفترة كتير صار الجمهور اقرب لمجالنا واقرب لشي لعب يشوفه يعني قديما يعني اغلبنا ناس اللي فات على المعهد ما حدا فات على المعهد هو كان بداية الرقص لالو كل هاتنا كنا نبلشين من قبل المعهد وفوتنا على المعهد لنطور حالنا ونكمي بهذا المجال مرة وين كنته طرقصه طيب اغلب الاحيان بفرق موجودة هون يعني قبل ما انت تفوت على المعهد بتكون موجود بفرقة بتاخذ مننا شوية اشياء بتعرف شي عن الرقص فتحب تصير اكاديمي بتصير تروح على المعهد او في ناس مثل ما كان بيقول استاذ نورس عن اليوتيوب اي شي بتشوفه قدامك يعني شخص اللي بيحب شغلي هو بيدور عليها بيلاقيها وينما كان حاليا صار الجمهور كتير اقرب لانه صورت فيك تحس بالجمهور انه هو عبي يفهمك حاليا عبي يوصلك شي مو بالضرورة يعني لما يزقف او لما يحكي شي او لما يتفعل بس يعني وجودك انت واقف وهو موجود قدامك في طاقة بصير متبادلة اللي بتحس انه عبي يحس انت شو عب تحكي مو بالضرورة كمان تكون انت عب تحكي او عب تعمل اي شي ممكن بس واقف بس هاي الطاقة الموجودة بينكم راح تحس فيها تماما خاصة بالعرض الاخير هاد اللي قدمنا كان الجمهور كتير لانه موجود كتير جمهور بمكان يعني نوعا ما اقراب لبعض نحنا حتى يعني بالمكان اقراب لبعض فكان كتير في طاقة كتير قوية موجودة بيننا وبين جمهين نورس العروضي اللي تقدم بشكل منفصل كرقص عموما هي ياما عم نشوف يعني احنا ياما نشوف فرق فنو شعبية بتقدم او بتقدم الشي الشعبي بالرقص ياما نشوف مثلا مدارس بتعمل احتفاليات بقدمو الصنائيات معينة مثلا انواع الرقص اللاتب وهدول ليش احنا ما عنا يعني ياما خيار انك تروح بتيجاه راقص بفرقة تقدم فنو شعبية اما بدك تروح على مدرسة بتعلم او بتقدم هذا النوع من الرقص ليش ما عندك تنويع اكثر بمكان واحد هلأ ليش ما في تنويع اكثر لانه بنرجع بنحكي ام انه التخصص مطلوب هو التخصص كتير ضروري اه التخصص مطلوب يعني يجب ان يكون الراقص متخصص هلأ يجب ان يكون الراقص متخصص بالمقابل لازم يكون ملم يعني نحنا اصدقائنا الراقصين اللي باوروبا يطلع من المعهد انه نفاجئوا فيه الاوروبيين انه انت ملم بكل شي اه بالجاز معاصر بس نرجع بنحكي الفنون الشعبي هي الاكتر شعبية ام يعني انا اذا عندي فرقة فانا بيهمني اه انه يكون عندي قاعدة جمهورية اه من جماهير كبيرة ما بيهمني النخبوية او ما بيهمني وصل هدف هو للأسف هيك يعني تفكير الفرق وراح لهذا الصائد تمام يعني يعني يا اما مضطر تعمل جمهوره وبالتالي مضطر تكون الفنون الشعبية هي الاساس تبعاك يا اما انت ما عندك حضور جماهيري كبير يعني عندك حضور جماهير بس هو ماله كبير وهو رح ييجي رح يستهجن يعني لسه المعاصر يعني هو نفتح بهالبلاد فئة الجمهور تبعه بتقول منه بحجم الجمهور يلي بيحضر التبكة او الفنون الشعبية او ما بياخد العرض المعاصر وما بياخد اصداء هل انه هاي الفنون اصلا هي فنون من أصيلة بمجتمعنا مثلا اذا اجينا للمنطق يعني هل تل فرق انه نسمينا حالا مسرح راقص حتى مفهوم مسرح راقص هو معه بيتطبق اكاديميا بالفرق او بالعروض اللي عبو تصير فهو كمام تلعب دور انه هو شي غريب عنك روحيا بعيد عنك بس بالنهاية نحن عم نحاول دائما يعني نتوجه لمكان انه نحن عم نعالج قضايا مجتمع واللي صار بعد عشر سنين حرب العالم هي عايش هاي القضايا فانت ما عندك هاي المساحة الكبيرة انك تحكيله هاي العالم صار بده حلول ما بده ترجع تسلط الضوء على الاسل شيرين دمج الرقص عموما بالعروض المسرحية بالتليفزيون بالمهرجانات كله انه يكون عنصر الرقص موجود حتى على على مستوى لما بين عمل مثلا عمل موسيقي يكون فيه قديش هذا الشي بيخلي الرقص جزء أساسي من قتلة الفنون يلي يجب انه يشوف الجمهور طبعا هذا الشي كتير بضيف هلق انا كان عندي تجربة شخصية العلاقة انه مع اوركسترا كان فيه مع الاستاذ إهاد قطيش الليبر تانجو فهو كان عم يسمع موسيقى فبس طلت اللوحة اللي فيها رقص كان كتير تفاعل الجمهور اكبر انا هاد اللي اسطط انك انت تمرئ دائما الرقص مع انماط مختلفة لحتى الناس تشوف قديش ممكن يكون له وجود طبعا لانه جزء متكامل من كل هاي الفنون فهو لما انت عم تحطه كمان اول شي عم تعرف الجمهور اكتر عليه من خلال هو اريدي شو بيحضر لهي مثلا حفلات اللي هو جايس مع موسيقى مثلا تماما فهو اريدي جايس مع موسيقى طلت له لوحة رقصة انبسط الجمهور فهو يعني اكيد كتير بيضيف وكتير بيخلي يعني الذاكرة البصرية تبع الجمهور اكتر تتعود على هذا النوع من المعداء وكلنا هون يعني نحنا عموما حتى بمسرح الرحاب حتى بهي الامور كلها كان رقص شيء اساسي يعني ولا مرة ما كان الرقص حاضر بافلام السينما وبالمسرحيات وبالاستعراضات كلها يعني كل هاي الفنون اللي نحنا منشوفها رقص موجود فيها بس يمكن سنوات الماضي خلت هاي الانواع قليلة وما عنا مسرح استعراضي عموما ما بتصور نورس قديش عنا هل نعمل تجربة مسرح استعراضي في سوريا يكون الرقص في حاضر هل نعمل تجربة بالالفين مسرح عرض عمله الاستاذ الله يرحم الاستاذ سلحي الوادي بس نحنا اغلب ورايح للاستعراض بس هو بيصير استعراض بضمن نفس الفكرة عبتنصاق يعني هي نفسها دائما حكواتي ورقصات حكواتي ورقصات حتى حتى الناس حتى الناس بلشت تملي الازياء تماما نفسه زي الشعبي لهذا ما بعرف شو يعني ما عدنا ميزنا الازياء راقص عن الزي يعني انت عمشوف راقص غرقان بقلب زي يعني زي اكل للراقص كلاته فهلأ نحن عم نحاول نتوجه يعني فيم نحن مجموعة من الأشخاص عم نحاول نتوجه لمكان شوي نطور هذا الشي يعني كان زي منات فيه دكتور نبيل أسود كنا محاول نعمل تجربة موسيقى باروك مع الموسيقيين يرقصوا والراقصين يرقصوا كنا راقصين متوجه هلأ فيه موسيقى عم نجهز عرض سيمفوني مع رأس معاصر فيه عمل على هاي نعم نشتغل عليهم بس بدنا وقتنا هاي الفكرة بس تطولوا كتير كمان تقولونا بعدين يا أخي يعني بتكون كمان يعني بتصور زخم العمل بهالفترة المهم لأنه يمكن النشاطات كتير قليلة فالناس عم تدور عن نشاط أو تنطروا كتير بتحسوا الوقت دايما عم يطالبكم بالمزيد بس الوقت هو كمان عم يقتلنا يعني نحنا مثلا أنا بيعتمد عليهم بالهي العروض فهنن هلا مثلا امتحانات ومشغولين وبعد شو فجأة بيجيك عرض من الهوى انت ما فيك تقول عليه لا بالنهاية فأنت منطرت الشغة فأنت بتأجل كرمان هل عشرة أيام هذا العرض اللي ناطرينكن بهذا العرض وبشكرك على وجودك معنا اليوم بتمنى الصوت اللي وصلتوه صالح وشيرين يوصل المعنيين بوزارة الثقافة اللي بيتبعنا طبعا معدل علي الفنون المسرحية بقسم الرقص شكرا لوجودكن ديوفي الكرام معي في الستوديو اليوم شيرين شوفي صالح جودية والأستاذ زي نوراس عثمان أهلا وسهلا فيكم هيك بتكون خلصت محطاتنا ومواضيعنا لحلقة اليوم من المختار من جد اللقاء معكم بكرة ساعة ثلاثة بعد الظهر الله معكم